اشتركوا في القناة تسعون عاما من القتال المتواصل لأكثر من ثلاثين طرازا وما يزيد عن اربعة وعشرين الف طائرة مصنعة لاغراض متعددة مقاتلات قاذفة واعتراضية وشبحية تألمت من ضرباتها اوكرانيا وعجزت دفاعات النيتو عن ردعها في هذه الحلقة نكشف لك عزيزي المشاهد اسرار وتفاصيل السفاح الطائر سوخوي القبضة الجوية المميتة الشبح المجرم سوخوي سبعة وخمسين احدث طائرة شبحية روسية من الجيل الخامس قيد التشغيل في الوقت الحالي بدأ العمل في مشروع انتاجها في العام الف وتسعمائة وتسعين كردة فعل على انتاج الولايات المتحدة للطائرة اف ايثين وعشرين رابتور واف خمسة وثلاثين لايتينج تمتلك سو سبعة وخمسين هيكلا مصنوعا من خليط من المعادن المشتتة للحرارة والماصة لموجات الرادار اضافة لهندسة التصميم التي تشتت موجات الرادار الاشاعية والماكروية وطلاء خاص لذات الاغراض مما جعل مسألة اكتشافها او تتبعها امرا مستحيلا باستثناء التتبع البصرية وهو لا يشكل خطرا على الطائرة اكثر من نسبة خمسة في المئة كذلك تصميم المحركات وهندسة التصنيع التي تشتت الحرارة بشكل هائل وتحافظ على درجة حرارة قريبة جدا من درجات حرارة التقس في المحيطة مما يعيق ايضا مسألة تتبعها حراريا واتاح لها التحليق في كل الظروف الجوية والتكيف مع كافة المناطق الجغرافية حول العالم اما التقنيات والانظمة الالكترونية فلا تزال روسيا تحيطها بهالة من السرية ولها كل الحق في ذلك فأي تفصيل صغير بامكانه تعريض الطائرة للخطر وخلق ثغرة تهدد طبيعة المهمة التي اوجدت لاجلها يبلغ طول المجرم الخارق 22 متر وبارتفاع 6 امتار وبعرض 14.2 متر ويبلغ وزنها فارغ 18.5 طن وعند اقصى حمولة 37 طن شاملة الوقود والذخائر تعمل سوخوي 57 بمحركين نفافين لم يكشف الستار عنهما حتى اليوم بمقدورها دفع الطائرة للتسلق بسرعة 360 متر في ثانية وحتى ارتفاع 21 ألف متر وبسرعة قصوى 2.7 ماخة اي ما يعادل 3300 كيلو متر في الساعة ضمن نطاق عمليات يصل الى 5600 كيلو متر وتمتلك سوخ 57 مستودع ذخائر داخل هيكل الطائرة يتسع لعشرة مقذوفات متعددة الانواع والاغراضة لكن الاكثر شيوعا هي قنابل ساب 450 الموجه بالليزر عالية الدقة وخارج الهيكل تمتلك 6 نقاط تعليق لحمل صواريخ جو جو الأكثر تقدما في العالم من طراز فامبل ار 77 والقادرة على تتبع اي جسم طائر من ارتفاع 80 مترا وحتى 25000 متر وضمن نطاق 240 كيلو متر كما تمتلك مدفعا رشاشا معدا للاشتباك الجوي قصير المدى من عيار 30 ملي متر يصل مداه الى 4800 متر كشمات سوخوي 75 مقاتلة شبحية من الجيل الخامس متعددة الاغراض قادرة على سحق الاهداف البرية والبحرية والجوية على حد سواء تتوفر بنسخة واحدة قيد التصنيع بمقعد واحد ويمكنها تأدية المهام القتالية بقمرة فارغة اي بدون طيار ويمكنها قيادة نفسها آليا او بواسطة متحكم ارضية وتأتي كشمات بمحرك واحد فقط يولد قوة 127 كيلو نيوتون يتيح للطائرة الاقلاع من مدرجات اقصر من 200 متر بفضل قدرته على توجيه الدفع بشكل شبه عمودية ويستطيع ايصال الطائرة الى سرعة 1.8 ماخة اي ما يعادل 2100 كيلو متر في الساعة خلال مدة زمنية قصيرة للغاية ويتيح للمقاتلة الرشيقة الوصول الى ارتفاع 16800 متر تقنيات المحرك الفيزيائية والهندسية اخفتها روسيا لكنها قالت ان المحرك يتمتع بخاصية تشتيت الحرارة بنسبة 50% عن المحركات المستخدمة في اي طائرة شباحية اخرى ولا يستهلك الكثير من الوقود وصيانته تتم كل 60 ساعة طيران خلال 10 ساعات عمل بتكاليف بسيط للغاية نطاق العمليات لكشمات يصل الى 3000 كيلو متر ويمكن ان يصل الى 5000 كيلو متر في حال تدعيم الطائرة بخزانات وقود اضافية وغالبا ما تكون مهام النطاق الطويل تجسسية او لضرب اهداف في غير ظروف المعارك التقليدية والمفاجأة الصادمة انه سيكون هناك ثلاث نسخ من سوء 75 النسخة التصديرية والتي لا تحتوي على كافة التقنيات الروسية المتطورة ونسخة بمقعدين غالبا ستكون لمهام القتال الجوي واخماد الدفاعات الارضية وستتميز برادارات اوسع نطاقا ونسخة اخرى محدودة هي الاخطر ستاتي بدون طيارة تم تزويد كشمات برادار من نوع ايسا الذي يستهدم خاصية المسح الضوية ولا يتأثر بظروف المناخية ومن الصعب التشويش عليه او خداعه بنطاق مسح يصل الى 450 كيلو مترا جوا وخمسمائة وخمسين كيلو متر بحرا ومائتين واربعين كيلو متر ارضا بزاوية لا تقل عن خمسة وسبعين درجة كما تم تزويدها براداران جانبيان واخر خلفية بنطاق اقصر لكن هذه الحزمة توفر للطائرة حماية من الهجمات المباغتة وترفع من قدرتها على كشف المخاطر والكمائن الجوية وسرعة في ردود الفعل ومدة زمانية لصالح كشمات كانذار مبكر يتيح لها ضرب العدو قبل ان يتمكن من الاغلاق عليها نظام التهديف في سو خمسة وسبعين يتيح لها رصد ومراقبة مائة هدف في آن واحد والاشتباك مع ستة اهداف في ذات الوقت وهو مرتبط بنظام للحرب الإلكترونية يعمل على اعماء رادارات الاعداء والتشويش عليها وخداعها حيث يبث موجات عرضية تذر العشرات من الطائرات على رادارات العدو باتجاهات وسرعات ومواقع مختلفة بينما في الواقع تكون هناك طائرة سو خمسة وسبعين واحدة فقط اما التسليح فتبلغ حمولة كشمات سبعة اطنان من ذخائر وليس اي ذخائر فقط الذكية والمتطورة كالصواريخ الفورت صوتية وقنابل فاب الموجهة بالليزر وغيرها من الاسلحة الدقيقة فروتشفوت سو خوي 34 هي قاذفة متعددة المهام من الجيل الرابع والنصف واحدة من انجح الطائرات الحربية التي تم صنعها في تاريخ الاسلحة الجوية قاذفة تكتيكية متوسطة المدى وطائرة اعتراضية الشرسة للغاية ولا يقودها الا طيار ماهر يدرك قدرات الطائرة التي بحوزته ينسجم معها ليكون جسدا واحدا يمتلك ردات فعل سريعة ويؤدي منورات بشكل بهلواني يجمع بين المتعة والخطر والاستعراض والهرب من فخاخ وصواريخ الاعداء يبلغ طول المقاتل القاذفة 23.4 متر وبعرض 14.7 متر وبلغ وزنها وهي فارغ 22.500 كيلو جرام وعند الحمولة الكاملة شاملة الذخائر والوقود 41.600 كيلو جرام يعتبر تصميم سوخوي 34 مشابها لطائرات الجيل الرابع التقليدي الى حد كبير حيث تشترك الطائرة في معظم هيكلها الجانبية وذيلها ومحركاتها مع سو 27 و سو 30 ويتم تشغيلها بمحركين NBO STORN AL 31F كل منهما يصل الى حوالي 30 ألف رطلا من القوة الدافعة وي مجهزة بمنافذ هواء هندسية ثابتة وتحتوي على وحدة حماية دوارة المثبتة في مآخذ الهواء للحماية ضد ابتلاع أجسام غريبة تبلغ سرعة تحليق البطة الروسية 1.8 ماخ وبمدى عملياتي يصل الى 4500 كيلومتر في حين تمتاز بارتفاع تحليقها الذي يبلغ 15 كيلومتر تحمل الطائرة 12 طنا من الوقود داخليا في خزانين للوقود في الأجنحة واربعة في جسم الطائرة ويمكن ايضا تركيب ثلاث خزانات وقود خارجية سعة كل منها 3000 لتر لزيادة مدى التحليق الى 6000 كيلومتر ويمكنها التزويد بالوقود جوا ليست شبحية لكن قدرات والإلكترونية تتفوق على طائرات المنافسين الشبحية فقد تم تزويد طائرة البطة بمجموعة إلكترونيات طيران جديدة تضم رادار بيكا ام وهو رادار صفيف نشط سلبي مع جهاز TWT لتعزيز الموجات المرسلة يعمل في المدى الموجي اكسباند ورادار بيك وهو مصمم للمراقبة والكشف عن الاهداف العسكرية للعدوة وكذلك توفير وضع المراقبة تليسكوبية بدقة تصل الى 30 سنتيمتر كما يحتوي الرادار على مكونات اضافية مما تجعله شبيها بالرادار الامريكي طراز ABQ-144 ويبلو مدى الرؤية الرادارية بواسطة هذه المجموعة 500 كيلو متر للمسح الجوية و 280 كيلو متر للمسح البحرية و 130 كيلو متر للمسح البرية ليس هذا كل شيء فقد زودت الطائرة ايضا بنظام العرض المثبت على الخوذة HMDS وهو مركز للتحكم يساعد الطيار على تحديد الهدف بدقة وتوجيه جميع الاسلحة الموجودة على السطح بحركة رأس الطيار وعينيه وتعتمد الطائرة على منظومة الحرب الالكترونية وهي واحدة من اقوى انظمة الحرب الالكترونية والحماية الذاتية في جميع الطائرات الحربية حول العالم اما التسليح فباختصار يمكن القول ان جميع القنابل والصواريخ المحمولة جوان من صناعة روسية وسوفيتية متوافقة تماما مع سو اربعة وثلاثين فلانكر سوخوي خمسة وثلاثين المقاتلة المتعددة المهام سو خمسة وثلاثين التي صممت في عهد الاتحاد السوفيتي وابصرت النور في عهد روسيا الحديثة مقاتلة من الجيل الرابع والنصف او ما يعرف في الجيل اربع بلاصة قادرة على حمل اطنان من الذخائر حيث تمتلك اثين عشر نقطة تعليق يمكنها تحميل ذخائر بوزن قياسي يبلغ ثمانية الاف كيلو جرام ويمكن رفع الحمولة الى اربعة عشر الف كيلو جرام عندما تقتضي المهمة وبتأكيد تؤثر حمولة الحد الاقصى على السرعة وارتفاع الطائرة وقدرتها على المناورة يبلغ طول فلانكر اثين وعشرين مترا والمسافة بين الجناحين خمسة عشر فاصل ثلاثة متر وبارتفاع ستة امتار وبحمولة قياسية تصل عشرة اطنان وتعمل بواسطة زوج من محركات ساتورن مئة وسبعة عشر اس القادرة على دفع بسرعة اثين فاصل اثين ماغة اي ما يعادل الفين واربعمائة وخمسين كيلو متر في الساعة الى ارتفاع ثمانية عشر الف متر وبنطاق عمليات يصل الى ثلاثة الاف وستمائة متر تمتلك سو خمسة وثلاثين رادار المسح للكتروني السلبية طراز الاربيس اي الذي يتيح لها تتبع الحرارة وموجات الرادار والاشاعات والاتصالات لطائرات الاعداء على مسافات تبدأ من عشر كيلو مترات وحتى اربعمائة كيلو متر بمقدور فلانكر حمل صواريخ جو جو من طراز ار اربعة وسبعين وار سبعين وهي صواريخ قتال جوي يصل مداها الى اربعمائة وعشر كيلو مترات منها ما يعمل بنظام الاغلاق الرادارية او نظام الرؤية تحت الحمراء او نظام تتبع الحرارة او نظام القصور الذاتية اما صواريخ الهجوم الارضي او الهجمات ضد الاسطح وقطع البحرية فتتسلح سو خمسة وثلاثين بالصاروخ الشقيقان كي اتش سبعة وعشرين وكي اتش خمسة وعشرين المواجهان بالليزر والتزديد البصري او التلفزيوني ويبلغ مداهما اربعين كيلو متر اضافة الى قدرتها على حمل ثلاثة صواريخ كروز من طراز كلايبر المجنحة والتي يصل مداها الى نحو ثلاثة الاف وثمانمائة كيلو متر وهذه الصواريخ مخصصة لضرب الاهداف خارج منطقة السلامة كالتحصينات الساحلية والمدن ضمن المناطق المعادية وتدمير المطارات ومنصات الدفاع الجوية كما فعلت في اوكرانيا مؤخرا الدبابة الطائرة سوخوي خمسة وعشرين طائرة الهجوم الارضي ودعم الوحدات البرية والتي تحافظ روسيا عليها منذ العام الف وتسعمائة وخمسة وسبعين وحتى هذا اليوم كجزء اساسي من سلاح الجو الروسي لما يحمله تاريخ والقتال من نجاحات فهي ليست مجرد دبابة طائرة بل هي قاتلة للدبابات ومعروفة لدى النيتو بلقب قدم الضفضع وهي نسخة روسية للطائرة الامريكية A10 ثاندربولت يبلغ طول الدبابة الطائرة خمسة عشر فاصل ثلاثة وثلاثين متر ويبلغ عرضها أربعة عشر فاصل ثلاثة وستين متر وبارتفاع يبلغ أربعة فاصل ثمانية أمتار وتحتاج إلى طيار واحد لقيادتها يبلغ وزن سو خمسة وعشرين فارغة عشر فاصل سبعة أطنان وعشرين فاصل أربعة طنان شاملة خزانات الوقود والذخائر الداخلية والخارجية تعمل الطائرة بمحركين إثين من طراز تومانسكي R195 وبمقدورهما توليد قوة دفع تصل إلى ثمانية وثمانين فاصل ثلاثة كيلو نيوتون ويتيحان للطائرة التحليق بسرعة تصل إلى تسعمائة وخمسين كيلو متر في الساعة عند أقصى حمولة بمدى عملياتي يصل إلى الفين وستمائة كيلو متر وبقدرة التحليق على ارتفاع عشرة آلاف متر للدبابة الطائرة درع من التيتانيوم وخليط من المعادن الأخرى ما يمنحها قدرة عالية على مقاومة الطلقات النارية من المضادات الأرضية أما عن التسليح فتتزود سو خمسة وعشرين بمدفع مزدوجة من طراز جيرازيف عشرين من عيار ثلاثين ملي متر وتذخير يصل إلى ستمائة طلق كما يمكن للطائرة حمل صاروخين جو جو من طراز R60 بالإضافة إلى تسع نقاط تعليق تسمح بحمل أربعة ألاف وخمسمائة من الذخائر المختلفة كقنابل CAB وFAB والقنابل الفراغية والعنقودية وقنابل النابالم والفوسفور والصواريخ الارتجاجية الخارقة للتحصينات التحت أرضية وحدة من أعظم المقاتلات الجوية خلال حقبة الحرب الباردة ولعلها الوحيدة من مقاتلات تلك الحقبة التي تاتي بمقعدين متجاورين حيث يجلس الطيار المقاتل جنبا إلى جنب الملاح قادرة على تنفيذ هجمات برية وهي تحلق بسرعات أعلى من الصوت وحمولتها من الذخائر رهيبة حيث تستطيع تعليق أكثر من 12 طن من القنابل وصواريخ كروز على عشر نقاط تعليق يبلغ طولها 22.5 متر وعرضها 17.6 متر وارتفاعها 6.2 متر بوزن إجمالي يصل إلى 38 طن تعمل بواسطة زوج من المحركات يتيحان لها التحليق بسرعة 1.7 ماخ أي ما يعادل 2000 كيلو متر في الساعة والوصول إلى ارتفاع 12.000 متر ضمن نطاق عمليات 2700 كيلو متر النسر الذهبي سوخوي 47 قليلون من يعرفونها ولكن من يعرفها يعشقها لأسباب عديدة كتصميمها الهندسي المميز والفريد واللافت للنظر ولونها القاتم الذي يوحي بالقوة وقدرتها على المناورة والالتفاف بأي زاوية مهما كانت سرعتها الأجنيحة المعكوسة أو المكتسحة ربما شاهدتم شيئا مشابها عندما كنتم صغارا كعصفة الأدغال موكلي يبلغ طول الطائرة 22.6 والمسافة بين جناحيها المعكوسين 16.7 متر وارتفاعها 5.9 متر وبمقصورة لطيار واحد وحمولتها من الذخائر تبلغ 9 أطنان تبلغ سرعة النسر ذهبي 2.4 ماخة أي ما يعادل 2700 كيلو متر في الساعة ويبلغ مدى العمليات 3300 كيلو متر وتأتي مزودة بمدفع رشاش من عيار 30 مليمتر وبمغزن ذخائر يتسع لمائة وخمسين مقذوفا وتمتلك سو سبعة واربعين نقاط تعليق يبلغ عددها 14 نقطة يمكنها استخدام ذخائر جو جو وجو سطح وجو بحر ليتضح من خلال منظومة التسليح أنها طائرة متعددة المهام وليست اعتراضية فقط على الرغم من النجاح الباهر الذي حققته الطائرة خلال تجارب واختبارات الأداء إلا أنها لم تحظى بقبول الجيش الروسية وانتج منها فقط طائرتين في العام 1997 وجدير بالذكر أن روسيا أوقفت انتاجها ولم تلغي مشروعها مما يعني أنها ستطير مرة أخرى مع تحسينات تكنولوجية مرعبة وفي نهاية الفيديو عزيزي المشاهد برأيك هل تنجح عائلة الفلانكر سوخوي الروسية في هزيمة نيتو وإسقاط أوكرانيا؟ ترجمة نانسي قنقر